أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطور القطاعات الصناعية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري وشدد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية على ضرورة العمل لبدي تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شمال وشرق وغرب وجنوب إفريقيا كما وجه مدبولي بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصدرية والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها والبضاع التي سيتم تصدرها لدول إفريقيا